من مكان ما ومن موقع يبدل أبعد عن الذهن خرج تسجيل يتبنى الهجوم أما عن غزوة باريس المباركة فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب نتبنى هذه العملية ثأرا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونوضح للأمة أن الذي اختار الهدف ورسم الخطة ومول العملية وانتدب قائدها هم قيادة التنظيم كما المسافة بين اليمن وفرنسا يمد التسجيل خيطا طويلا من التكهنات تبدأ بالتوقيت ولا تنتهي بالعواقب في الشكل جاء تبني العملية بعد أسبوع من وقوعها متأخرا عما تفعل القاعدة وكذا أسلوب الهجوم مختلفا عن أسلوبها المعروف أما وقد قالت إنها هي فالسؤال لماذا فرنسا ولماذا الآن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب المعروف اختصارا بالقاعدة في اليمن حيث وجوده الأكبر منذ عام 2000 هو أحد فروع التنظيم المرتبط بالقاعدة الأم أبرز عملياته في اليمن كانت تفجير المدمرة كول عام 2000 قبل أن يخوض صراعا طويلا مع السلطات اليمنية تؤازرها الطائرات الأمريكية بدون طيار خريف 2011 قتلت غارة أمريكية زعيم التنظيم أنور العولقي ابن العائلة اليمنية المرموقة والدارس في الولايات المتحدة منذ خريف العام الفائت ومع الفوضى التي عمت اليمن بعد سيطرة جماعة الحوثي على الغاصمة بالسلاح يخوض التنظيم قتالا شرسا ضد هذه الجماعة عمليا هو الجهة الوحيدة التي تتصدى للحوثيين وفي الوقت نفسه يطلقى ضرابات الطائرات الأمريكية بديهي إذن أن للتنظيم معركة أكبر من شن هجمات ضد فرنسا التي تبدو أقل في الحرب عليه من الولايات المتحدة التي تقصفه وإذا كان الهجوم يعيد اليد الضاربة للقاعدة بعدما سرق تنظيم الدولة الإسلامية الأضواء بالرغم من اختلافهما إذ لم تؤيد القاعدة خلافة البغدادي فإنما جرى يرص الصفوف والأسباب المجبة في الحلف المواجه لكليهما غزوة باريس كما سمها التنظيم تأتي وبلدان عربية تشتعل بالحروب والتنظيم نفسه يخوض معارك تتصل بوجوده بما يجعل استحضار رسوم مسيئة خرجت قبل تسع سنوات وتنفيذ عملية ضدها بعد أربع سنوات من التنسيق سؤالا في حد ذاته لعل تلويح الرئيس الفرنسي بإشراك أكبر حاملات طائراته في العمليات ضد تنظيم الدولة واحدا من الإجابات المفترضة في مشهد يختنق بالافتراضات قد قالت إنها هي فالسؤال لماذا فرنسا ولماذا الآن تنظيم قاعدة الجهات في جزيرة العرب المعروف اختصارا بالقاعدة في اليمن حيث وجوده الأكبر منذ عام 2000 هو أحد فروع التنظيم المرتبط بالقاعدة الأم أبرز عملياته في اليمن كانت تفجير المدمرة كول عام 2000 قبل أن يخوض صراعا طويلا مع السلطات اليمنية تؤازرها الطائرات الأمريكية بدون طيار خريف 2011 قتلت غارة أمريكية زعيم التنظيم أنور العولقي ابن العائلة اليمنية المرموقة والدارس في الولايات المتحدة منذ خريف العام الفائت ومع الفوضى التي عمت اليمن بعد سيطرات جماعة الحوثي على الغاصمة بالسلاح يخوض التنظيم قتالا شرسا ضد هذه الجماعة عمليا هو الجهة الوحيدة التي تتصدى للحوثيين وفي الوقت نفسه يتلقى ضرابات الطائرات الأمريكية بديهي إذن أن للتنظيم معركة أكبر من شن هجمات ضد فرنسا التي تبدو أقل في الحرب عليه من الولايات المتحدة التي تقصفه وإذا كان الهجوم يعيد اليد الضاربة للقاعدة بعدما سرق تنظيم الدولة الإسلامية الأضواء بالرغم من اختلافهما إذ لم تؤيد القاعدة خلافة البغدادي فإنما جرى يرص الصفوف والأسباب المجبة في الحلف المواجه لكليهما غزوة باريس كما سمها التنظيم تأتي وبلدان عربية تشتعل بالحروف